قلت كده عملي ما فكرت أعمل ده ولا كنت متعاقع أنه يحصل مني مخدرات أفلام إباحية كره للناس وأحقت وحسد إزاي الرغبات دي موجودة جواي وأنا مش منتبه لها عشان أنا موجود أنا الجانب اللي أنت خفيه والصفات اللي مش عاوزها تظهر أو بتنكر وجودها فيك فتنكر وقاعها من غيرك وتقلل منهم أو ترميها عليهم وتخرج منك الأحكام أنا الصفات اللي رافضها في الناس بس في الحقيقة أنت عاوزها فلاتت لسانك ورغباتك اللي بتظهر من غير وعي منك طب أنت موجود من إمتى؟ من لما كنت صغير اتكونت من الحاجات اللي أنت تعلمت أنها غير مقبولة من الأفكار والمشاعر اللي أنت شايفها مؤلمة وما تقدرش تتقبلها فكابتها بدل ما تتعامل معها طب ليه ما كنت شايفك؟ علشان الاعتراف بوجودي مؤلم وصادم من السهل تشوف أخطاء غيرك ونقصهم بس من الصعب تعترف بنقصك وأخطاءك صعب تعترف بالصفات الدنيئة والشريرة أو التصرفات المؤزية صعب تعترف أن صفاتك الإيجابية ما قدرتش تحققها وتجيبها للوعي فبترمي كل ده عندي وتنسى أنه موجود وبيأثر عليك بيتصرف من غير ما تكون عارف أنه هو اللي متحكم طب إزاي أقدر أسيطر عليك؟ مش هتعرف لأن أنا أكتر حد يعرفك ويعرف الوسائل والطرق اللي بتستخدمها خلاص عرفت خلاص عرفت أنا هقبلك ومش هعمل نفسي مش شايفك ولا هرفض وجودك أو أكرهك وهرحب بيك واشوفك بس مش هخليك تتحكم فيا لأني بقيت واعي بيك وبوجودك ولا هسمح لك تهجم علي وأنا مش منتبه وتتحكم فيا هقبل نقصي واختلاف الغير عني من خلالك هكتمل بيك عشان أنت جزء مني جزء حقيقي مش حاجة كريهة مكبوطة شكرا